اهلا وسهلا بالمشاهدين مع الجواء الصباحية الشتوية نتمنى نتكون دافئة بمشاهدتكم لصباح الشرق مشاهدينا حرصا منها في كل مرة انه نتنقل في جوانا مختلفة ونقيف على قضايا الامة ونوحد ويدانا كمان في فقرات مختلفة في كل مرة نحاول انه نزور كافة المهن المهن في حرف ونحن نستفيد منها وبتميت انه تاكل لقمة تعيش حلال صناعة الفخار فيه اساليب مختلفة حديثة فيه اساليب جمالية وطابع هندسي جميل ما يتقنوا الا صاحب حرفة ممتازة نتابع في المساحة هذه مشاهدينا ارزاق عن صناعة الفخار ومن ثم نعود ونفصل ما تبقى من صباح الشرق صناعة الجرار والفخار التي تعود الى ما بعد العهد المروي في الفترة ما بين ثلاثمائة وخمسين وخمسمائة وعشرين ازدهرت على ضفتين نيلا بمناطق جنجل وقباتي والهوبي وصحراء بيوضة في الشمال اشتهر بهذه الصناعة البكداويون الذين برعوا في تصاميمها وتشكيلاتها المختلفة واورثوها لابنائهم الذين بدورهم قاموا بنشرها في بقية انحاء السودان الصناعة بسيطة من حيث المعدات المستخدمة والمكونات الاساسية للمنتج لكنها وجدت رواجا كبيرا لدى السودانيين وهذا يعود الى اهمية الجرار وقطع الفخار في استخدامات كثيرة داخل المنازل بمناطق واسعة تعيش حياة تغليدية حتى الان فمنتجات الفخار استخدمها بعض سكان المحليين لحفظ الماء والطعام وتقديم الضيافة للزائرين الذين يعملون في هذه الحرفة قالوا انها اكسبتهم الشهرة والاحترام الشديد في اوقات سابقة لاحتكاكهم المباشر بالاسر والناس واوضحوا ان العمل في هذا المجال اجبه بالفنون التشكيلية ولا يخلو من الطرائف والدعابة في كثير من الاحيان مدينة الدامر مرت عليها اوقات اشتهرت فيها بعض الاسر بصناعة مثل هذه الاشياء فجبنة حاج الماح الشهيرة انذاك واصل في انتاجها الابناء وباتوا يدعمون السوق المحلية وخارج الولاية بجبنات الطين التي وجدت القبول والرواجة لدى السكان اماكن بيع الفخار ونباتات زينة واصحاب المشاتل اوضحوا ان اعمالهم مرتبطة بشكل كبير بمنتجي الفخار الطبيعي الذي بات مرقوبا داخل الاسواق الاسر التي تعيش حياة معاصرة اولت البيئة اهتماما خاصا وازدادت رغبتها في تنسيغ الحدائق المنزلية من حولها وتهيئة المناخ المناسب الذي يبعث السرور والامل لدى الزائرين وقالوا ان علاقتهم وثيقة باماكن بيع نباتات الزينة والمشاتل لشراء منتجات الفخار والشتول لصداقتها للبيئة بدلا عن المنتج البلاستيكي وإلى يومنا الحالي لم تنفصل حياة الانسان المحلي بالعديد من مدن وريف السودان من الاستخدامات المختلفة للفخار الذي ادخلت في صناعته الآلة مؤخرا لتلبية الطلب العالي لمنتج الفخار ترجمة نانسي قنقر